اهلا بكم من جديد في برنامج وراء الحدث وعن السودان قال موقع اكسيوس ان المبعوثة الامريكية الخاص بالقرن الافريقي جيفري فلتمان يستعد لزيارة الخرطوم خلال الايام القليلة القادمة وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لفلتمان الى الخرطوم خلال ثلاثة اسابيع وسيبحث خلالها مع المسؤولين السودانيين سبو الحل الازمة السياسية الراهنة في السودان وقبيل زيارة المبعوثة الامريكي الى الخرطوم تعمل الحكومة السودانية على تشكيل خلية ازمة تقرب بين الاطراف المعنية وتحصر الحلول الممكنة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وصف الازمة الراهنة بانها الاسوأ بعد سقوط نظام عمر البشير والاكثر خطورة على العملية الانتقالية في البلاد على ضوء كل هذا ماذا يمكن للولايات المتحدة والاطراف الخارجية ان تفعل لحل الازمة السودانية الراهنة ومساعدة السودانيين للمحافظة على تغيير يعجزونهم عن حمايته لا تكد تنتهي تظاهرة في السودان حتى تبدأ غيرها والمطالب تمتد على كامل سعة المشاكل التي تواجه قيادة المرحلة الانتقالية وبين هذا الطرف وذاك فان الجهود المحلية التي عاجزت عن العثور على تسوية فتحت الباب امام مساعي دولية بريطانية وامريكية للتوسط بين اطراف الازمة من اجل العودة الى الوثيقة الدستورية التي وقع عليها الجميع المرحلة الانتقالية نفسها تقترب من النهاية من دون ان تتمكن الاطراف السياسية من حل نزاعاتها بشأن الخطوات المقبلة التظاهرات المليونية المزمعة يوم الخميس المقبل والتي ينظمها تجمع المهنيين السودانيين تطالب بتسليم السلطة الى المدنيين وتشكيل مجلس تشريعي وصف بانه ثوري فيما تطالب العشرات من الاحزاب والجان المقاومة والكينات المهنية والحركات المسلحة بالتوقيع على مثاق جديد لحماية التحول المدني في السودان ورفض حل الحكومة او اي محاولة للانقلاب على الثورة كما ستنطلق تظاهرات اخرى تقودها حركات منشقة عن قوى الحرية والتغيير تطالب بحل حكومة عبدالله حمدوك رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق اول عبدالفتاح البرهان اكد حرص والتزام الحكومة بمكوناتها المختلفة بالعمل على انجاح الفترة الانتقالية وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة وذلك لدى لقائه بمسؤولين بريطانيين وخلال ايام تنتظر الخرطوم وصول المبعوث الامريكي الخاص بالقرن الافريقي جيفري فيلتمان لاقناع الاطراف السياسية بالالتزام بما وقعت عليه واستكمال هياكل السلطة المدنية ورسم خارطة طريق لما يجب القيام به الازمة في السودان اليوم نصفها بين شقي مجلس السيادة الانتقالي ونصفها الاخر بين شقوق قوى الحرية والتغيير والشارع يموج مع هذه الانصاف بالتظاهرات والتظاهرات المضادة نبدأ معكم هذا الحوار وينضم الينا من واشنطن دكتور اسامة احمد مصطفى البحث المختص في شؤون الامريكية الافريقية ومن الخرطوم سيد خالد سعد البحث السياسي أبدأ من واشنطن سيد دكتور اسامة المبعوث الامريكي للقرن الافريقي يزور السودان لبحث الازمة السياسية في البلاد إذن بداية ما هو وزن الموقف الامريكي لحل الازمة في السودان برأيك تحياتي لك وللجماهير في كل مكان المكون أو القيمة الامريكية للوقت في شأن السوداني يتمثل في أن الإدارة الامريكية كلها مجلس الشيوخ على الكونغرس الامريكي البيت الابيض على الخارجية الامريكية بالإضافة إلى المحكمة العليا جميعها الآن قررت أن تدعم المكون المدني في السودان بشكل مباشر وبالتالي وضعت المكون العسكري في مجلس السيادة في محق أن تسرع في أن تنقل السلطة المدنية إلى المدنيين بشكل مباشر خاصة نحن نعرف الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام في جبا غيرت كثير من المعايير والمفاهيم فما يتعلق بالانتقال السلطة من المجلس السيادة إلى المدنيين فنوفمبر هو الوقت المحدد له وفقا للاتفاقية السلام ولكن يبدو أن هناك ضبابية في التعامل مع الأمر من قبل المجلس العسكري أو المكون العسكري في مجلس السيادة وبالتالي نحن أمام قوة نعم دعني أتحول إلى سيد خالد سعد البحث السياسي من الخرطوم أشركه معنا في هذا الحوار سيد خالد يعني التأكيد تأكيد واشنطن على ضرورة الاهتمام بانتقال ديمقراطي للسلطة كيف يمكن أن يتم برأيك؟ هل فقط من خلال مبادرة حمدوك التي أعلن عنها؟ في الواقع أولا شكرا جزيلا والتحية للزميل الآخر في واشنطن أولا كل المؤشرات توضح أن الموقف الولايات المتحدة الأمريكية المعلن متضامن أو داعم أو مساند في هذا الخلاف إلى المكون المدني ولكن بالتأكيد كما تعلمون أن المواقف السياسية الدولية سهلة التغيير ولا يمكن التعويل عليها بشكل كامل بل التعويل دائما على الحلول الداخلية الوطنية الغطرية وذلك جربي في سودان في أكثر من أزمة كانت الضغوط الخارجية تشكد بالتأكيد تأثيرا كبيرا على الداخل سيد خالد ما احتدام الصراع في الداخل هو ما أدى إلى تدخل محلية هي التي يمكن أن تجعل مخرجين حقيقيا للواقع قول الأزمة سياسية هل تسمعوني يعني الاحتدام في الصراع في الداخل السوداني هو ما دعا لتدخل دولي في الأزمة إذن هل يمكن أو هل ترى أي حلول داخلية يمكن أن يتم التوصل إليها لتوحيد جميع الأطراف ما بين المكون العسكري والمكون المدني نعم بالطبع أن الضغوط الخارجية سميها عادة ضغوط واهتمامات دولية بالسودان بوضعه الانتقالي هذا قديم منذ عزل النظام السابق من السلطة كان هناك اهتمام وزيارات مكررة للمبعوثين الدوليين للسودان لأن السودان أيضا يمثل مصالح مهمة وضرورية لهذه الدول المؤشرات تشير إلى أن هناك مساندة للمكون المدني الذي يمثله الآن سيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بالنسبة للشقة الثانية من سؤالك أظن أن هناك مبادرة من رئيس الوزراء ولجنة سباعية وحوارات تجرى في العلن وفي السر لحل هذه الأزمة التي برع رئيس الوزراء في توصيفها بأنها من الخطورة بمكان كبير ويمكن أن تؤدي إلى انهيار الفترة الانتقالية نفسها هل يمكن أن تؤثر الدعوات المتصاعدة لحل حكومة حمدوك على هذه المبادرة أو على الوصول إلى حل؟ بالتأكيد هي نفسها تمثل ضغطا على هذه المبادرة ولكن المبادرة من مهامها الرئيسية تغريب وجهات النظر بين المكون المدني في الحكومة الانتقالية والمكون العسكري ولأن الأزمة مركبة أيضا ستبحث في حل للأزمة بين داخل المكون المدني نفسه في النظام أو الحاضنة السياسية للنظام الانتقالي وأيضا لحلول لما يتعلق بالقوى السياسية أو الحركات التي كانت تحمل السلاح ضد النظام المعزول لمعالجة هذه الأزمة المعقدة تحتاج هذه اللجنة لوضع أكثر من خيار أو وضع أكثر من حل والمتوقع في مثل هذه الحالات أن يقدم كل طرف تنازل كبير قد يبدو في المشهد السياسي خسارة فادحة سأعود إليك مرة أخرى في مسألة التنازلات ولكنها لا بد من هذا نعم سأعود إليك مرة أخرى في هذا المحور بالتحديد فيما يتعلق بالتنازلات التي من الممكن أن تقدمها كل جهة وكل طرف من الأطراف أتحول الدكتور أسامة في واشنطن دكتور أسامة الوضع متشابك جدا في الملف السوداني نحن لدينا انقسام داخل المكون المدني لدينا صراعات نشهدها يوميا وخلافات حادة ما بين المكونين العسكري والمدني غضب في الشارع حاشد لمليونية في الحادي والعشرين من أكتوبر ما أوراق الضغط التي تمتلكها واشنطن للضغط بها على الأطراف برأيك هو في الواقع ولاية المتحدة الأمريكية لم تقدم أوراق ضغط بقدر ما قدمت مبادرات المبادرة تتعلق بينه الوضع في السودان الآن هناك تشرزمات وتحالفات مختلفة يعني جميعهم في حالة من الفوضى العارمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي بشكل عام أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مبادرة بأنه الانتقال بالفترة الانتقالية إلى مرحلة الاستعداد للديمقراطية أو للانتخابات الديمقراطية الحقيقية هي لا تأتي عبر المكون العسكري بأي شك من الأشكال باعتبار أن المكون العسكري لا يسهم في الانتقال بالمرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية فبالتالي الدعم الحقيقي هو للمدنيين أو للمكون المدني بشكل عام انتقال الالتزام مجلس السيادة بانتقال إلى المكون المدني ثم الانشقاق داخل المكونات الأخرى إلى أي مدى يمكن أن يضعف هذا المكون أمام المكون العسكري دكتور أسامة نعم صحيح هذا واحد من الاشكالات الكبيرة جدا اللي هو الحرية والتغيير داخل عدد كمية من الاشكالات اختلافات الآن احنا شاهدنا الاسبوع الماضي أو يوم 16 كان فيه يعني تظاهرات هي ما معروفة لأي جهة المتظاهرين يدعون بأنهم من الحرية والتغيير الحرية والتغيير ترفض هذا المبدأ الصراع ما بين ما بين الإدارات يعني لما نتحدث عن لجنة إزالة التمكين النظام السابق مع الوزارة المالية هناك اختلافات مجموعة اختلافات مع وجود خطير جدا للحركات المسلحة داخل العاصمة السودانية فبالتالي احنا نتحدث عن المرحلة القادمة مرحلة خطر جدا لا بد من احتواء خارجي حاضنة خارجية تدرك ما يحصل في السودان لأن الوضع في السودان هي تكرار لما حدث منذ العام 1956 إلى الآن انقلاب عسكري مجموعة مدنية تضعف هذه المجموعة المدنية يحصل انقلاب عسكري مرة أخرى ولكن العزاء الوحيد في هذه المرحلة لأن الشباب هل يمكن القول أن كل الجهود الداخلية فشلت بالفعل وهو ما استدعى هذا تدخل الخارجي أنا أقول بملء فمي نعم كل الجهود الداخلية فشلت والدليل على كده هو رئيس مجلس الوزراء أقر بهذا الشي رئيس مجلس السيادة نفسه أقر بهذا الشي نائب رئيس مجلس السيادة كلهم أقروا بأنه هناك فشل فبالتالي إذا كان هناك فشل لماذا لا ننتقل إلى يعني أصدقانا في الإقليم وفي المجتمع الدولي وعلى رأسهم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا اللي هي يعني عندها رؤية في كيفية إنقاذ هذا ما يمكن إنقاذه في الوضع السوداني المرحلة ليست سهلة أنا أتحدث عن تاريخ 21 أكتوبر اللي هو سيكون فيه والتظاهر الكبيرة هذه هذا فيه احتقان وفيه خطورة في نفس الوقت إن لم يتم إدراك المسألة بشكل جدي من المكون العسكري في أن يسلم السلطة حسب المتفق عليه في نوفمبر القادم وينتقل إلى ثقناتهم يحمل بلاد يدعو الإدارة للمجموعة المفترض أنها تدير بتقنقراطية إلى السلطة ويترك الساحة دعني أتحول إلى الخطور انتقل إلى ثقناتهم ليحمل بلاد بس فقط طيب سيد خالد أعود إليك في نقطة ومسألة التنازلات من برأيك سيقدم على تقديم تنازلات أكثر هل المكون العسكري يتمتع بمرونة في مسألة تقديم تنازلات لاحتواء الأوضاع أم المكون المدني برأيك أنا في تقديري الحوجة لتنازلات من كافة الأطراف بما فيها المكون العسكري الذي أصهر قيادته تأييدها للاحتياجات المناوئة لقوى الحرية والتقيير الحاضنة الرئيسية للحكومة الانتقالية الحالية ما عزز الاتهامات ضده بوجود طموحات سياسية لقادة المكون العسكري نفسه فبالتالي المسألة في حوجة إلى تقديم تنازلات من كافة الأطراف النظر بجدية في مصلحة البلاد أولا قبل المصالح الحزبية الضيغة والأفكار السياسية المتحذبة أو المنحازة لأجندات محددة لا تخدم فكرة وأجندة النظام الانتقالي الذي هو أصلا يتطلب غدر كبير جدا من المشاركة من كافة الأطراف والنظر حتى بما فيها إعادة النظر في إعادة النظر في الوثيقة الدستورية نفسها حتى القوى السياسية التي وقعت هذه الوثيقة تنظر إليها بأن الشعب الكثير من القموض شعب الكثير من عدم الفهم وتم استخدامه أحيانا بشكل سلبي أيضا اتفاق جبه نفسه بدأت أصوات داخل المجموعة التي أشرفت على هذا الاتفاق نفسه سيد خالد ألم يتم تجاوز الوثيقة الدستورية أكثر من مرة منذ توقيعها نعم ألم يتم تجاوز الوثيقة الدستورية أكثر من مرة منذ توقيعها برأيك يعني إذا كان هناك من يقول أن الحل في العودة وحدث في أكثر من مناسبة نعم هذا حدث بالتأكيد في أكثر من مناسبة ما يتطلب بالفعل إعادة النظر إلى هذه الوسيقة ووضع السؤال إذا كان هناك إمكانية لإعادة النظر إليها وإعادة التوافق حولها بشكل جديد ولكن في حالة الخصام والحجد والاتهامات المتبادلة كل طرف أنا أنظر إلى كل طرف وأرى أنه يقدم سخف المطالب عالي جدا في تصريحاته الإعلامية في أساليبه وتكتيكاته السياسية عبر الاحتصام عبر الاحتشاد ما يؤثر حتى على العملية السياسية برمته ويمكن أن يؤدي بهذه العملية إلى حالة الانهيار والآن نحن في حالة سياسية أشبه بحافة الهاوية ما تطلب أو ما دفع بحتى دول خارجين بين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول إذا كانت بنوايا الصداغة أو بنوايا المصلحة لأنه علاقات الدولية قائمة على المصلحة المتبادلة ولا تقوم أصلا على مسألة الصداغة الأخوية والمشاعر العاطفية فقط تقوم أيضا على المصالح المتبادلة هذا الوضع الخطير أثار اهتمام ومخاوف المجتمع الدولي لأن السودان أيضا غير معزول من المجتمع الدولي ولا حتى المجتمع الأقليمي جميعهم ينظرون إلى السودان بنظرة معايير المصلحة ومعايير العلاقات نعم ومصالح في سطرها الأول والأخير أتحاول الدكتور أسامة دكتور أسامة هذه الخاشية لدى المجتمع الدولي وحتى لدى واشنطن عن مسألة انتقال السلطة وعملية الانتقال الديمقراطية كيف يمكن أن تقدم واشنطن حلول يمكن أن ترضي جميع الأطراف بل وتحتوي الأوضاع هل حتى الآن في هذه الزيارة الثانية هل لديها تصور واضح نعم منذ الزيارة الأولى في مطلع أكتوبر سيد فيلمان كان في حديثه في اللقاءه مع البرهان ومع رئيس مجلسة الوزراء عبدالله حمدوك كان واضح جدا في أن المرحلة الانتقالية هي مرحلة للتمهيد للديمقراطية كل المقررات التي يجب أن يتم تحضيرها للانتقال الديمقراطي يفترض أن يتم الالتزام بها وهي وفق الوسيقى الدستورية وأنا اختلف مع الزميل في الخرطوم في أن الوسيقى الدستورية لا يمكن إلغاءها ولا يمكن تغييرها ولا يمكن إنشاء وثيقة أخرى بديلة لها والالتزام بمقررات اتفاقية سلام جوبا ماذا إذا تم تجاوزها؟ لأنه لا يسرح الزمن منذ توقيعها دكتور أسان أحيانا يتم تجاوزها بشكل أو بآخر تم تجاوزها فقط نعم تم تجاوز في اتفاقية جوبا التي غير فترة تسليم مجلس السيادة للمدنيين والتي مفروض في نوفمبر أي تغيير يحصل في نوفمبر سيخلق احتقان وهذا الاحتقان سيؤدي إلى أزمة كبيرة قد تحصل انفجار داخل الحركات العسكرية الموجودة في العاصمة الزيارة في المان في مطلع أكتوبر هي تتكرر بمستوى أكبر لأنه كان عندما زار في بداية مطلع أكتوبر كان من وزارة الخارجية ولكن هذه المرة مفوضة من الإدارة الأمريكية كلها بكل مكونات الخمسة مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية والمحكمة العليا إذن نحن أمام مبادرة كبيرة وليست أنا لا أسميها ضغط بقدر ما هي مبادرة كبيرة يجب على الناس في السودان بكل المكونات أن ترتقي إلى مستوى هذا النوع من الدعم اللي هو الانتقال الديمقراطي أنا في المداية أشرت في عجالة دعني أتحاول أي شك من أشكال طيب سيد خالد إلى أي مدى هناك تعويل بالفعل على موقف واشنطن ومباذرات واشنطن والمجتمع الدولي في حل هذه الأزمة في عجالة من فضلك بالتأكيد المجتمع الدولي كما أشرت سابقا السودان ليس بمعزل عن محيطه الإقليمي والإفريقي والعربي والإسلامي والحتى الدولي ونعلم جميعا مدى تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على العالم كدولة عظمة مؤثرة في المحيط الدولي وأنا في رأيي أنها قيرت الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة الخارجية وعادت إلى سياسة العصة والجزرة وبالتالي الجزرة في هذه الحالة في توصيف السياسي تعتبر ضغوطات وفي العصة تعتبر ضغوطات والجزرة تعتبر دعومات ومساندة وبالتالي الولايات المتحدة الآن تستخدم الوسيلتين في التعامل مع الوضع في السودان وما زلت أعاول لأن لدي نظرة إلى الدراسات في الأبحاث السياسية في جانب الحلول الوطنية ومدى تأثيرها وأصهرت النتائج أن الإعلان بفشل هذه الاتصالات والإجراءات نفسها هي خطوة أساسية للحلول الداخلية المدعومة خارجية نعم سيد خاند سعد الباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم ومن واشنطن دكتور أسامة أحمد مصطفى الباحث المختص في أشؤون الأمريكية الأفريقية شكرا جزيلا لكم إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية وراء الحدث شكرا لكم وإلى اللقاء